ننتقل إلى الخبر الثاني معنا اليوم وهو اللحظة الفارقة في تاريخ اكتشافات الحضارة المصرية القديمة عندما تم العثور على مقبرة توت عنخ آمون على يد عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر في نوفمبر من عام 1922 بعد أن دله على مكانها الطفل حسين عبد الرسول ليتصدر الملك أنذاك الصحف العالمية نظراً لاكتشاف المقبرة بشكل كامل دون أن تتعرض لأي صرقة وبعد نحو أربعة أشهر من ذلك التاريخ وتحديداً في مثل هذا اليوم السادس عشر من فبراير سنة 1923 تمكن كارتر من أن يكون أول إنسان منذ أكثر من 3000 سنة تطأ قدمه أرض الغرفة التي تحوي مقتنايات توت عنخ آمون كاملة وهو الاكتشاف الذي غير مجرى عالم المصريات منذ ذلك الحين ترجمة نانسي قنقر